وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند مؤامرة كاملة ومتكاملة الأركان كانت بتتعمل على إمن محات الأول وابنه سنوسيرت الأول أغراض المؤامرة دي كانت واضحة أن احنا هنقتل إمن محات الأول ونولي حد ما كانه على الحكم لأن سنوسيرت ابنه كان مشغول في حرب ناحية ليبيا فلما يرجع سنوسيرت ما يلاقيش لنفسه أي مكان والمؤامرة نجحت فيه حاجة واحدة بس وهو أنهم قدروا فعلا يغتالوا إمن محات الأول لكن سنوسيرت اللي كان لسه في الحرب بيوصل له مبعوث من الأصر الملكي بيستدعيه بسرعة جدا بيعرفه بغتيال أبوه وبيقول له تعالى إلحق مكانك على رأس الحكم فبيرجع سنوسيرت فعلا لقرية الليشت بيوصل للأصر بيقضي هو والجنود اللي معاه على كل اللي قاتل أبوه وبيبقى هو على حكم البلد فهل سنوسيرت الأول هيقدر يسيطر على الوضع ده؟ هل هيقدر يمسك البلد زي ما أبو كان مسكها؟ ولا الدنيا هتفرط منه وتفقي منه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي لكن في البداية تأكد انك عامل لايك ومشترك في القناة ومفعل التنبيهات عشان تجيلك الحققة اللي جاية أول بول الحاجات دي بتدعم المحتوى جدا جدا وهي دي الحاجات اللي تقدر تعملها وسهلة وببلاش وبسمسم كمان حبابة شكر كل اللي بدعمونا على باتريون بودة فون كاش وبيبال اللي لو عاوز تكون منهم هتلاقيهم كلهم موجودين تحت زرار اللايك وكل شكر اللي بيقولونا تعليقات جميلة جدا على الحلقة دي والحلقات اللي فاتت فيعني كلكم فوق الراس وخلونا نبدأ حلقات دي موسيقى نافيا والدراما بتاعة الانقلاب العسكري اللي كان بيحصل ده ما دامتش كتير لان سنوسيرت الأول أول ما رجع للبلاط الملكي جاله أمين سر أبوه أو يعني رئيس الديوان الملكي وقاله بالضبط على أسماء الناس اللي عملوا الانقلاب وأسماء الناس اللي قتل أبوه فرح جايبهم سنوسيرت الأول وأعدمهم كلهم مرة واحدة حتى قبل ما يتم إعلان المؤامرة دي وقبل ما يتم إعلان موت أبوه أصلا فالمؤامرة نفسها ما كانش ليها أي ظاهر شعبي لان سنوسيرت برضو كان فارش لنفسه جابت جدا عند الشعب وتحس إن سنوسيرت كان جاهز للحظة دي ابن محات نفسه كان عارف إن نتيجة الانقلاب اللي هو عمله كان انقلاب لا محالة فكان مآهل ابنه من بعده إنه يقدر بتعاليمه يسيطر على الوضع بسرعة وخلينا أقولك إن تعاليم ابن محات معمول لها فصل كامل في المرجع اللي بنحضر منه الحلقات واللي طبعا هتلاقيه تحت زرار الليل فيعني الراجل جاي بخبرة عشر سنين عشر سنين كاملين بيتعلم على إيد أبوه اللي يعتبر واحد من أهم ملوك مصر في تاريخ مصر الوسطى لكن اللي أبوه معلمهلوش إن الخبرة والكفاءة مش هم بس الحاجات اللي بتقدي لتدعيم سلطة الفرعون لإنه برضو المهم جدا واللي ساعد إن محات نفسه كانت الدعاية والإعلام فهنا يقرر سنوسيرت إنه هيعمل لنفسه حفلة تتويج لكنها مش أي حفلة تتويج الحفلة المصرحية خلينا نقول اللي صممها على أساس إنها تكون قائمة على الديانة المصرية القديمة وأصولها بالزبط فيقرر إنه هيعمل عرض مسرحي ضخم جدا بيطبق فيه أسطورة إيزيس وأوزوريس وابنهم حورس في الأسطورة دي كلنا عارفين إن أوزوريس هيتقتل غدر وحورس هياخد بطار أبو وهيتم تنصيبه ملك على مصر شيل بقى أوزوريس وشيل حورس وحط مكان أوزوريس من محات وحط مكان حورس سنوسيرت الأول واعمل المصرحية بتاعتك إقتل أوزوريس اتخلص من الناس اللي قتلوا توج نفسك ملك على مصر خلصة الحفلة على كده ويعلن سنوسيرت الأول تتويج نفسه فرعون أو ملك على مصر وبعد الحفلة والتتويج ده يحس سنوسيرت الأول إن المؤامرة دي كانت جاي من ناحية هليوبلس هليوبلس والكهنان اللي كانوا شايفين إن عبادة آمون والطقوس بتاع الطيبة بدأت إن هي تتوغل شوية وتنتشر في مصر ويعني ما بقاش ليهم إيه ما قولي فيقرر سنوسيرت الأول إنه هيروح ليهم ويعلن نفسه فرعون هناك للمرة التانية وهناك يقرر إنشاء معبد شمسي لتقديس الإله رعاة تحس إن هو كان بيشتريهم برضو إنتوا حاسين إن انتوا بعاد شوية لأ تعالوا أنا قدرتكم وجيت بنفسي عندكم علشان أعلن نفسي فرعون هناك وفي نفس الوقت عملت لكم معبد ضخمة جدا تقدروا تطلعوا منه إرشين حتى إن من أهم الحاجات اللي سابها لينا سنوسيرت الأول هنا هي مسلة هليوبلس اللي لسه موجودة في مكانها ما تحركتش لحد النهاردة في المطارية وأهمية المسلة دي مش في إنها ضخمة جدا ولا أي حاجة زي كده لكن أهميتها إنها هي وأربع مسلات بس فضلوا في مصر في مكانهم الطبيعي والباقي بقى منتشرين دلوقتي في كل دول العالم اتهادت بيه الدول الأجنبية خدهم الاستعمار وحسبون الله ونعم الوكيل المهم نرجع مرة تانية لسنوسيرت اللي كان مهتم جدا زي ما شفنا بالجانب الديني وكان مهتم بيه في اللعب عليه نحية الدعاية لنفسه فهنلاقيه بيدي هدايا كتير جدا للكهنة والمعابد والآلهة بيقدم ليهم قرابين كتير جدا 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 وكانت بتشمل كل الآلهة مش إله واحد بعينه زي ما أبو كان بيعمل مع أمون كده تقريبا كل الآلهة المصرية القديمة اللي كانت بتعبد في الوقت ده في مصر اتقدم لهم قربان رسمي من سنوسيرت الأول ده غير المعابد الكتير جدا اللي بناها للآلهة فعلى سبيل المثال الحاجة الوحيدة اللي بقي لين من المعابد اللي بنت للآلهة كان معبد في الفايوم في مكان اسمه إبجيج لكن للأسف مش بقي منه غير مسلة بسيطة جدا وموجودة النهاردة في الميدان زي ما انت ما شايف ده غير طبعا المعابد اللي وقتها كانت موجودة في الكارناك وكانت منتشرة كتير جدا في اللقصر غير اهتمامه بالمحاجر في سيناء ما هو طبعا كل المعابد وكل الحاجات اللي عمالها تحصل دي محتاجة حجارة والحجارة يعني سيناء لكن في نفس الوقت كان حابب يدلع نفسه شوية فالمحاجر اللي في سيناء زي ما كانت بتقطع حجارة كانت بتنقب عن الفيروز والنحاس ومن مظاهر الاعلام والدعاية اللوحات والنقوش اللي كانت مالية مصر ومغرقاها بالطلخة كلها بيعمل دعاية لنفسه على أوسع نطاق لدرجة انه عمل حاجة غريبة جدا او كان بيقول ايه طيب انتوا حاسين ان ابن محاد ده جاء غطاصة بالحكم انا بقى مش ابن ابن محاد انا ابن سحرع وابن انت في الاول اللي هما كانوا ملوك مشهورين جدا في مصر في الوقت ده دول بقى اجدادي وهم دول اللي انا معترف بيهم وهم دول اللي انا بنتمي ليهم اعمل لهم تماثيل واكتب على التماثيل دي من تحت ابو الشواهد بتاعتها اسمي واربطوا باسمهم في حركة يعني غريبة ولكنها زكية برضو انا احترمت على الحركة دي لكن برضو علشان خاطر الجنود هيقولوا يا باشا انت كده طب ابوك يعني احنا محترمينك علشان خاطر ابوك بس ام عامل الهرم بتاعه والمرقبرة الملكية بتاعته جنب هرم ابوه في اللي شت بس علشان حياة سنوسيرة الاول ما تقتصرش بس على الدعاية والاعلام هنلاقي ان الراجل برضو كان محارب قوي جدا وكان حاكم عظيم سياسيا يعني هو بس ما كانش ماسك المايك وعمال يلف في مصر وهنلاقي ان التاريخ بيقولنا ان التحديات في عهده ما اختلفتش كتير عن التحديات اللي كانت موجودة ايام ابوك نفس المشاكل والصراعات الداخلية والخارجية كانت موجودة ايام سنوسيرة الاول لكنه برضو كان زي ابوه ادر انه هو بالسياسة وبالحكمة يقضي على كل التحديات دي ففي الداخل ادر انه هو يعلن نفوذه على حكام المقاطعات واخضعهم ليه اخضاع تام وفي عصر سنوسيرة الاول ما كانش محتاج ان هو يقدم لهم هدايا لا ده من كتر خضوعهم ليه هو كانوا هم نفسهم بيتملقوا بيه عن طريق اللوحات اللي بيشكروا فيها سنوسيرة الاول والقرابين الكتيرة جدا اللي كانت بتروح له منهم وبالشكل ده هنلاقي ان سنوسيرة الاول خلاص بقى ما بقاش محتاج اي حاجة من مصر فهنلاقيه بدأ يتوغل في افريقيا حملة قضها سنوسيرة الاول بنفسه قدرت انها تتوغل 250 كيلو متر من شمال السودان الحملة اللي قضها بنفسه بعد 18 سنة من حكم المصر علشان يبقى مسيطر على اجزاء كبيرة جدا جدا من السودان وتكون هي كمان خضع عليه بشكل كامل ويتم تعيين حاكم مصري له الولاء الكامل اللي سنوسيرة الاول على الاقاليم السودانية تقول لي اقاليم سودانية ايه؟ اقولك ما خلاص يعني الاجزاء اللي انت سيطرت عليها من السودان كلها تضمت لمصر مرة واحدة خليني ادي لك مثال واحد من الناس الكبار في السودان حب الموضوع جدا حب سيطرة مصر على السودان تخيل لدرجة انه عمل لنفسه مقبرة في اسيوت وخلينا اقولك انها تعتبر اكبر مقبرة في تاريخ الدولة الوسطى في مصر جدرانها تعتبر اهم جدران واهم الاثار اللي تثابت لنا من العهد ده لان جدرانها كانت تعتبر فهرس ومرجع كامل للتفاصيل الحياتية والسياسية والدينية والاجتماعية لمصر كلها وقتها يعني تخيل واحد من السودان تتعمله مقبرة بالبهاء والعظمة دي في قلب مصر ده كان اعلام لسيطرة سنوسيرت الاول اللي بقى عنده سبعين سنة دلوقتي على السودان وطبعا سبعين سنة يعني عمر طويل شويتين فلما يحس ان الموت قرب قال اجيب ابني ابن محاة التاني واشركه معي في الحكم زي ما بوي عمل معي ويقرر سنوسيرت ان ابنه هيلف على الاقاليم البعيدة يشوف بنفسه حكام الاقاليم وياخد منهم واحد واحد الولاء ليه هو وكان ابنه على رأس حملة كبيرة من الجيش بحيث ان لو حد استهزأ بيه او عصى امر من اوامره يعرف ان هو يقدبه بالقوة وفعلا ينجح ابنه في اخضاع حكام المقاطعات البعيدة ليه علشان تعدي اربع سنين شراكة ليه هو وابوه في الحكم بعد الاربع سنين دول يموت سنوسيرت الاول العظيمة ويكون على رأس الحكم ابنه ابن محاة التاني اللي ورثه للحكم من ابوه ومشاركته معاه بان اثرها ليه هو كمان لانه كان مواخد على الحكم متعود على الدنيا مفيش حاجة حاس انه هي غريبة عليه زائد ان ابوه اصلا كان عامله وفرش له ارضية كبيرة عند حكام المقاطعات وعند الشعب فكانت السمة الغالبة على عصر ابن محاة التاني هي سمة السلام والهدوء التام لكن السلام والهدوء دوت مجاش من ان هو قاعد في قصره وانفخد بقى وانطنش لأي حاجة لا الراجل ما كانش قاعد في قصره خالص الراجل كان فاهم من التاريخ انه ماينفعش يعتمد على الارث بتاع ابوه حتى لو كان ضخم وكبير فيقرر انه هيهتم بكل الحاجات اللي ابوه اهتم بيها يهتم بيها بنفسه مش بقى بسلطة ابوه شبه جزيرة سيناق بقى والمحاجر اللي كانت معمولة هناك اهتمامه باستخراج المعادن والاحجر الكريمة وغيرها ده غير تأمينه لحدود مصر من الجانب ده بالذات اي هجرة كان شايفها غير مرغوب فيها كان بيمنعها على طول لكن كان في بعض الهجرات اللي كان بيسيبها تدخل مصر عادي والعلاقات التجارية بين مصر وبين فلسطين كانت شغالة عادي جدا يعني الموضوع ده ما تقطاعش ولكن الهجرة نفسها والسيطرة على البدو والروحة الهناك كانت مصرية 100% وعايزك بس تركز شوية كده مع الهجرات علشان هتحصل هجرة مهمة جدا جدا قريب جدا جدا فيعني اتأكد انك عامل لايك ومشغل التنبيهات ومشترك في القناة ان يعني الحلقة اللي جاية او الحلقات اللي جاية مش عايزها تفوتك خالص وخلينا نقول ان من النقوش اللي تثابت فيه فلسطين وسوريا كان فيه نقوش مكتوب عليها اسم امن محات التاني فدي حاجة خلينا نقول ونؤكد ان الراجل ممنعش ومقطعش هجرة اسيا بالكامل لا يعني العلاقة كانت شغلة كويس ما عدا الهجرات الغير مرغوب فيها وده بكل تأكيد نظرا ليه قوة مصر في الوقت ده مصر وقوتها كانت قادرة ان هي تفرض كلمتها على فينيقيا وعلى فلسطين او ارض كنعان وقوة مصر وسطوتها بالشكل ده خلت اسيا اللي هي بالنسبة لنا بتتمثل فيه في نقيا او ارض كنعان بتتودد ليه امن محات عندنا كنز كبير جدا اسمه كنز طود طود دي اللي هي مكان موجود في اللوكسوف الكنز ده كان عبارة عن اربع سناديق كبار جدا جدا السناديق دي كانت معمولة من البرونز منقوش عليها اسم امن محات التاني كلها مليانة اواني من ذهب وفضة وقطع من الذهب والفضة الخالصين وصل عددهم ليه 200 اناق ده غير سبائك الذهب والفضة الكتير جدا الخرز والاستوانات والخزف اللي كانت فلسطين مشهورة بيه جدا في الوقت ده فكان واضح ان رضا امن محات التاني كان مطلوب جدا عند البلاد اللي اساس اكلها التجارة ويكمل امن محات التاني حملاته التنقيبية ولكن المرة دي مش في الشمال عملها في الجنوب عند النوبة بس البعثات المهمة فعليا كانت البعثات اللي كانت بتبعث ليه بلاد بونت او الصومال حليل لو فاكر من الحلقات اللي فاتت انا قلتلك ان الفراعنة او الملوك سحراع بيبي او اسيسي كانوا ممهدين طرق تخلي الوصول للبحر الاحمر من نهر النيل سهلة الطرق دي كان تمشي فيها توصل للبحر الاحمر تركب السفن بتاعتك من المواني اللي هناك وتروح على الصومال عن طريق البحر الطرق دي وقتها كانت متمهدة كويسة الحروب بقى اللي قامت في مصر في الفترات اللي فاتت خلت الطرق دي تتدمر وما تبقاش مؤهلة لأي حركة فيها ده غير قطاع الطرق اللي سيطاروا على الطرق دي بشكل كامل وده اثر على العلاقات المصرية الصومالية وقتها خلاص ما بقاش فيه اي تعامل تجاري بينه وبين بعض فحبق من محات التاني ان اسمه يكون مرتبط برجوع الحملات دي بين مصر والصومال مرة تانية فيبعت مهندسين يمهدوا الطرق بين نهر النيل والبحر الاحمر علشان الطرق دي تكون جاهزة للرحلة اللي هتطلع من مصر للصومال الرحلة اللي عانت اشد المعاناة حتى ان الناس والبحارة اللي كانوا على الرحلة دي قلفوا قصة وسموها قصة الغريق الغريق بالقاف القصة اللي كانت بتحكي عن رحلة تجارية ورحلة بحرية خارجة من مصر لبلد بونت على سفينة عملاقة جدا طلها كان 120 ضراع عرضها 40 ضراع وعليها نخبة من البحارين المصريين وكانوا 120 بحار لكن البحر يقوم على السفينة والسفينة تتحطم ويغرق المية وعشرين معدى واحد بس وبيوديه الموج لجزيرة في عرض البحر يقابل البحار دا هناك تعبان طوله 30 زراعة بيكلموا التعبان والبحار بيرد عليه بيدور بينهم حوار والتعبان بيسيبوا يمشي وبيتفاجئ البحار دا في ان التعبان بيرجع له مرة تانية وبيساعدوا وبيدلوا على الحاجات اللي اطلعوا من الجزيرة دي سالم غانم ويرجع مرة تانية لبلده فبيساعدوا يعمل مركب صغير وبيرجعوا مرة تانية للبحر الغريق اللي بيبقى عارف انه مش هيعرف يعيش في اي مكان تاني غير مصر بيصادف فعلا سفينة رايحة مصر من بلاد بونت بيركب معاه اهل السفينة دي لكنه بيتفاجئ جدا من ان الناس اللي عايشين على السفينة بيقولوله ان الملك بتاعكم غضب جدا جدا من اللي حصل للسفينة بتاعتكم قال له انا عارف وبصراحة اتطمنت اوي من كلامك وتخلص القصة على الكليف هانجر ده طبعا القصة فيها تفاصيل كتير جدا جدا وكلها بكل تأكيد موجودة فيه المرجع اللي بنحضر من الحلقات واللي موجود تحت زرار اللايك والحقيقة يعني انا مندهش جدا من الاتقان الادبي اللي كان موجود في القصة دي حقيقي قصة ممتعة جدا ما تزهقش منها ما تملش قصة فانتازية رهيبة وانا مش مصدق ان حاجة زي كده اتكتبت بالفعل من الاف السنين ده كان فن حقيقي حتى لو القصة دي ما حصلتش بالفعل في الحقيقة ما كانش فيه غريق ما كانش فيه سفينة ما كانش فيه اي حاجة زي كده لكن لو القصة دي كانت قصة اسطورية موجودة وقتها فده فن ده ادب كان موجود عند الحضارة المصرية في عهد مصر الوسطى واستمرارا للفن فالهندسة ما كانش ينفع تهمل في الوقت ده كان لها بصمة في عهد ابن محات التاني فبنى ابن محات التاني هرم لكنه يعني هرم متواضع شويتين وتحس كده انه يعني ما كانش مركز مع الاهرامات قوي فخلينا اقولك ان هي دي البصمة الوحيدة اللي ثبتها الهندسة في عهد ابن محات التاني لان مش هنلاقي ليه بنايات زي ما ابو كان بيعمل هو نفسه ما كانش مهتم بالبنايات لكن أسرته الملكات وبناته وإلخ إلخ كانوا مهتمين جدا بالبناية ويمكن الفن الحقيقي في الوقت ده غير الفن الأدبي كان اللي تساب في المقابر بتاعة الملكات في عهد ابن محات التاني المقابر اللي الحسن الحظ ما كانتش تسرقت لفترات طويلة هي اه اتسرقت ودنست بعد كده ولكن خلينا نقول انها ما تسرقتش بشكل كامل وإحنا محظوظين جدا ان المقابر دي ما تسرقتش بشكل كامل لان لو كانت تسرقت بشكل كامل كان هيضيع علينا تاج أم ابن محات واللي كان اسمها خنمت تخيل معايا الذوق العالي متى عينك بس بتفاصيل مدهشة جدا في التاج ده خلينا اقولك ان التفاصيل دي صعب جدا تعملها بالدقة دي النهاردة دهب خالص مرصع بالأحجار الكريمة تاج ده يعتبر أدق تاج من حيث الصناعة في التاريخ مقارنة بالإمكانيات ده غير قطع مجوهرات مالية المتحف المصري موجودة لنا من العهد ده بالذات بس يعني حلوة التاج ما تنسناش من محات الرجل لحد دلوقتي بقاله 33 سنة حاكم مصر فيقولك بس هتلي بقى ابني سنوسيرت التاني وشركوا معايا في الحكم قلتلك ان الموضوع ده هيبقى عادة وبالفعل سنوسيرت التاني وابن محات التاني اللي اتنين بيفضلوا مشتركين في الحكم سبع سنين كاملين لكن بدأت أعراض شيخوخة تبين على ابن محات التاني وبدأ يتعب فاتحولت السلطة تدريجيا وتلقائيا لابنه سنوسيرت التاني اللي بقى الحاكم الفعلي للبلد هو اللي بيتحرك وهو اللي بيصدر الأوامر لحد ما أبو مات وبقى هو الملك الفعلي اللي حاكم مصر فأعترى هيعمل ايه في البلد؟ ده اللي هنعرفه بكل تأكيد في الحلقة الجاية فاتأكد انك عامل لايك للحلقة دي ومشترك في القناة ومفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقة اللي جاية أول بول مشاركتك للحلقة دي هتخليها توصل لأكبر عدد ممكن من الناس وده طبعا بيشجعنا جدا 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 اننا نكمل في صناعة المحتوى وطبعا مساهمتك ودعمك للمحتوى ده بشكل مادي عن طريق باتريون بودا فون كاش باي بال اللي كلهم موجودين في صندوق الوصف بتساعدنا ان احنا نطور من المحتوى ونقدم اكبر عدد ممكن من الحلقات في الاسبوع فلو حابب تدعمنا بشكل مادي عندك التلات وسائل دول موجودين في صندوق الوصف وبس كده سلام عليكم